هكذا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحل هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية من أجل وقف أطلاق النار وخلال استقباله وزير خارجية فرنسا جانوال بارو قال ميقاتي أن الأولوية في الوقت الحالي هي تطبيق القرار الدولي رقم 1701 من جانبه أكد وزيره خارجية فرنسا دعم بلاده للبنان ولشعبه على كافة الأصعدة ودعم الجيش اللبناني ومساعدته في ظل هذه الظروف الدقيقة